في الوقت الذي بدأت فيه دول الاتحاد الأوروبي حملتها بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية رسميا مطلع العام الجاري كانت بعض المحلات التجارية الفلسطينية قد نفذت هذه المقاطعة منذ سنوات وحققت نجاحا لتقف أمام كافة الحجج التي يسوقها البعض لعدم تطبيق هذه المبادرة والتي تتمثل بالحديث عن الجودة والسعر في بداية عام 2000 لما حصلت انتفاضة قررت محلات بن سهمان مقاطعة البضاعة الإسرائيلية على أساس دعم الاقتصاد الفلسطيني والمنتجات الفلسطينية على عمل توفير البدائل من المنتجات الفلسطينية والتركية والأجنبية من ناحية المادية ما أثار شيء بالعكس في إقبال كثير من الناس يعني في إقبال ومتعونين الناس مدام الجودة موجودة فيش أي مشكلة المقاطعة العالمية التي كانت أحد أشكال التضامن مع فلسطين أصبحت الآن خطرا استراتيجيا على إسرائيل بعد استمرارها لتسع سنوات ونجاحها بعزل إسرائيل في الأسواق العالمية الاستراتيجية البديلة لمفاوضات لن تنجح أبدا هو تغيير ميزان القوى عبر جعل الاحتلال يخسر وهذه الاستراتيجية مكونة من ثلاث عناصر المقاومة الشعبية على الأرض وقد رأيتم بعض نشاطاتها في عين حجلة وباب الشمس وغيرها مؤخرا وثانيا حركة المقاطعة وفرض العقوبات وثالثا توحيد الصف الوطني الفلسطيني هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تحدث تأثيرا الاحتلال بدأ يشعر بقوة هذه الحركة بعد خساراته بنسبة 20% في الأغوار نتيجة لمقاطعة منتجات المستوطنات هناك ما يحتم على الفلسطينيين تكثيف هذه الحملة وتنشيطها لإضعاف إسرائيل والوقوف بوجه مخططاتها السياسية في العام الذي أقرته الأمم المتحدة على أنه عام التضامن مع فلسطين تواصل الحملة العالمية مقاطعتها لإسرائيل ومستوطناتها فيما تنعكس التجربة المحلية على تجربة فردية أثبتت نجاحها من خلال أرباحها التي لم تتأثر بالمقاطعة لتلفزيون القدس لم أبو هلال رام الله ترجمة نانسي قنقر